يسعد لي أوقاتكم أحبائي ويا أهلا وسهلا فيكن اليوم رح أعمل الإشطة المنزلية بطريقة سهلة ومقادير بسيطة وهي الإشطة طبعا نستخدمها بكتير من وصفات الحلويات وقبل ما أبدأ لا تنسونا من اللايك واشتراك بالقناة عندي حليب حوالي اللتر من الحليب يعادل أربع كاسات عم بغلي حتى يوصل لمرحلة الغليان لازم يغلي عندي لأنه أنا هون الحليب غير مبستار هلا هيك وقت الوصل عندي للغليان رح ضف له نصف فنجان من الخل الأبيض هون ضفت ممكن أي نوع من الخل وممكن كمان عصير ليموني أنا هون بدي أفرط الحليب فلاحظ أنه صار عندي هكتكتولات بالحليب وصار يفصل مثل ما شايفين فهون أنا باخدهم هدولي بس يكتروا عندي بصفي هون المصفاية بيفصل الحليب وبيحصل على أشطط الحليب هلأ على البارد رح أحط عندي كعستين من الحليب رح ضيف عليه هون معلقتين من النشاء ومعلقتين كبار ومعلقة من السميد السميد الناعم العادي وبيحرك هالمقادير على البارد طبعا حتى يدوب النشاء مع الحليب البارد وبيحرك منيح حتى دمج منيح النشاء مع الحليب هو السميد هلأ برفعهن على النار هايك مثل ما شايفين حتى هايك يعني اتقل عندي المزيج وبيبلش بالغليان بحط بضيف شوية ما زهر أنا هون بحصل التقريب مثل علام هلبية علام هلبية بديها سميكة تكون بحرك هيك وبصن هايك غلا بتخليغلي شوي حتى تروح طعمة النشاء منه وبيسمك عندي المزيج منيح هيك بطفي عليها النار وبرفعه منع النار هلأ هاي الشطط الحليب اللي اللي عملناها شوفوا ما شاء الله قدي طلعت اسميكة وكويسة طالع الفصلناها من الحليب هلأ هاي بدي ضيفها للمهلبية اللي عملتها وهي ساخنة بضيفها حتى هيك تتجانس معاها هي اللي بتعطينا القوام للاشطط اللي بنا نعمله هيك كما شايفين صارت ندمجت معاها بشكل كويس ولا هيك بسكبها بصحن صارت عندي هون الاشطط جاهتي بحطها بالبرات بس بدي غطيها طبعا بنايلون حتى ما يجمد الوجه كتير أو يتسا كما شايفين حصلنا على اشطة ما شاء الله قتير قوامة كويس ونستخدمها بكتير من حلويات حلوياتنا الشرقية والسورية عندي الشعبيات الكنافة القطايف حلاوة الجبن نستخدمها كتير إلى استخدامات كتير ورح أستخدمها لها الاشطة هاي بفيديوهات قادمة ان شاء الله بالحلويات ولا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة إذا عجبكم هالفيديو وشكرا لحسن المتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة